بسم الله الرحمن الرحيم أنا طارق الربعي مترشح عن دائرة الانتخابية حي تضامن أريانا نحب نعود نقدم نفسي للناس اللي ما تعرفنيش أنا طارق متحصل على شهية البكالورية من معهد الشيبي حي تضامن متحصل على الأستاذية في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بيسدد إيديه على رسالة الماجستير في القانون والرياضة إيطار بوزارة التجارة نائب رئيس بلدية حي تضامن نائب رئيس الجامعة التونسية المسارعة عدة مجالات أخرى قائد كشفي مدرب أطفال بالمنظمة التونسية للمصائف والجوالات عضو مؤسس الجمعية التونسية للقانون والرياضي كذلك عدة مجالات عضو بوددية أعوان وإطارات وزارة التجارة بالنسبة لتوفية المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية البرلمانية لسنة 2022 وتعدين 2023 إن شاء الله مبروك على الشعب التونسي والأمة الإسلامية ككل والعالم أجمع إن شاء الله رب يبعد علينا الآفات والحروبات والأمراض ويشفي ناس كل إن شاء الله بشنكملوا اللحظة الحاسمة تولي هو الدور الثاني من الانتخابات التشريعية إن شاء الله بشنكونوا أوفية للوعود اللي بعدناها للناس اللي آمنت بنا وحتى الناس اللي ما مشيتش صوتت في الدور الأول إن شاء الله يكونوا في المواد يمشيوا يصوتوا في الدور الثاني اللحظة الحسم اللحظة الفصل بشي بشي يختاروا الأفضل والأقدر اللي تمثيلهم بشي يكون إن شاء الله برلمان فيه كفاءات إن شاء الله برلمان بشي يعاود يشرع القوانين والترسانة القوانين الجديدة اللي بش إن شاء الله تمروا بتونس إلى بر الأمان إن شاء الله بقدرة الله السميع العليم كنلنا ثقة الناخبين في حيطها ضامن وأنا متأكد لي هما الأغلبية الساحقة بشي تكون معاي بقدرة الله ثيقتي في الله وثيقتي فيهم هما في ناخبين في حيطها ضامن بشي يعطونا أصواتهم يعطونا نيل ثقتهم بش نجموا نحققوا المشروع والأهداف اللي رسمناها مع بعضنا إن شاء الله يكونوا في الموعد بش ننهضوا بالمجال السياسي ونعاودوا الرجعوا المجد نطع تونس كما كانت تقبلوا أحسن في المجال الاقتصادي بش نفتحوا الأفاق أمام المستثمرين وأمام الأبناء الشعب التونسي كذلك بش في المجال الاجتماعي بش نحاولوا ننهضوا بالفئات الهشة بش نحاولوا كذلك بالنسبة للجمعيات الرياضية خاصة الألعاب الفردية بش نحاولوا معناتها نزيدوا من الرفح ومن الملحة إن شاء الله رجعوا دور التكوين المهني إعادة الإشعال للمدرسة العمومية إن شاء الله معنا مع بقية الزملاء في البرلمان القادم إن شاء الله بش تكون تونس أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر